أخذنا عهودا من ترهونة ومن طرابلس بوقف القتال وبالتقهقر والتأخر والعودة إلى مراكز الأمان إن شاء الله تعالى هكذا إذن أعلن رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل بنوليد الشيخ محمد البرغوثي ما يبدو أنه وقف نهائي للاجتباكات التي دامت نحو أسبوع بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع مشاء ترهونة جنوبي العاصمة الوفد الاجتماعي لقبائل بنوليد والذي كان قد فوض من أعيان ترهونة للتواصل مع المجلس الأعلى للمصالحة في طرابلس الكبرى عبر عن التياحه للتوصل لتسوية نهائية خلال المفاوضات مع أعيان طرابلس لأسيما بعد استجابة كلا الطرفين لبنود اتفاق المصالحة هذا الاتفاق الذي ينص على سحب القوات إلى الحدود الإدارية وإخضاع مناطق النواحي الأربع لطرابلس لمدريات الأمن فيها إضافة لإطلاق صراح الأسرة وتبادل الجثمين بين الطرفين وعودة المهجرين من المدينتين مع تشكيل الجان للبدء في برنامج إتمام المصالحة بين الطرفين ومتبعته هذا السيناريو من اشتباكات جنوبي العاصمة هو ذاته الذي تكرر في المرة السابقة قبل أربعة أشهر والأطراف هي ذاتها كما أن نهايته كانت باجتماعات مصالحة وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يصمت طويلا حتى تجددت الاشتباكات ليبقى السؤال المطروح هنا عن الضمانات الممكنة لعدم تجدد هذه الاشتباكات مرة أخرى وهل تصمد قرارات اجتماعات المصالحة هذه المرة في تثبيت وقف إطلاق النار وما هي فرص نجاح الترتيبات الأمنية في العاصمة بظل وجود تشكيلات مسلحة تخضع اسميا فقط لأجهزة الدولة الرسمية بحسب تصريحات سابقة لوزير داخلية حكومة الوفاقة اشتركوا في القناة